جبت ليكم اليوم واحد الوصفة خاطيرة غادي تهنيك من تجاعيد وغا تجبت ليك الوجه ديالك وغا تخليه كي يحمق بالزين بيد ناصع حليب بدون تسبوغات بدون نمش وكلف بدون مشاكل وايضا اهم حاجة لبنات هي بدون تجاعيد فركزي معي في هاد الوصفة رها خاطيرة دقة بتلف علاج تجاعيد وغا يكون في عمرك ميات سنة وشسعين سنة وثمانين سنة غادي تقديلك اعلى التجاعيد نهائيا وللابد وغادي تعجلك المشكلة ديالتراه ولا تصفليك البشرات الوجه ديالك وتنفخليك حتى خديداتك وترجعهم غوز بيبي كي يحمقوا بالزين وترجعي في سن العشرين بهاد الوصفة المعجيزة فتبعي معي الوصفة والفيديو دقة دقة ان شاء الله باش تستفدي منو وما تنسونيش البنات باللي لايك ديالكم كي ما كنجي نسعدكم بواحد الفيديو دائما كيكون في المستوى فانبغي علي بزف 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 دياللي لايك باش تزيد الدعميني وترجعيني وباش نزيد نافونسي ونخدم اكتر واكتر ونزيد نجيب ليك المزيد من الاشياء الزوينة اللي غادي ترضيكم كاملين وكاملات والوصفة رها غير بسيطار خور رباخة مع القناة ديالي اللي هي وصفات للجمال مع الهام وبالنسبة للسر ديال هاد الوصفة لبنات سر خطيره وصيطه زوين اهم حاجة انه فعال مية في المية مهما كل عمر ديالك غا تخلصي اليوم تجاعد زايد انه الوصفة بسيطة 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 بزاف يعني في نماك انتي غادي تجربها وغادي تصدق معاك وغا تعطيك واحد نتائج خورافية يعني نتائج جيل هاد الوصفة ما نعودش ليكم يا لبنات اقوى من البوتوكس والحمد لله هاد الوصفة هادي هي في متابة بوتوكس طبيعي يعني الناس اللي كيمشي وعملوا بوتوكس اكيد رات يكون عندهم واحد المالي هو كتير وكات يعني هاد الوصفة هاد الوصفة ياخد تكلفة كبيرة بزاف هاد التكلفة ما كيقدروش عليها الناس كاملين كيقدرو عليها بعض الناس وبعض الناس الاغلبية منهم اللا فاحنا ما بغينا لبوتوكس لهاته حاجة بغينا غادي وصفة طبيعية بمك كوينات السهلة مهلا تكون في المتناول دي الجميع فانتمنى البنات هاد لغوستي تنال ردة ديالكم وتنال اعجاب ديالكم واهم حاجة عندي هو تجربتكم لهاد الوصفة هادي وتقولو لي في الكومنتر كيف اجزتكم بعد ما جربتوها وش فعلا نالت ردة ديالكم وش فعلا استفتوا منها وش فعلا نالت الاعجاب ديالكم او لا لا وقبل غزالتي وقبل كل شي بغيت نرحب بعد اوحد الترحب كبير 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 بزاف ديال الناس اللي كيتابعوني وكيزوروني وكيشاهدوا القناة دائما وابدا نبغي نقول لكم لبنات شكرا 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 لكل وحدة كتدعمني بلي لايك يعني كما كان جيك بعدها كان نشارك معك واحد الفيديو فنبغي حتى انا مقابل والمقابل ديالي بسيط للغاية هو فابور اللي هي اللايكات ديالكم لكل وحدة كتشوفني ده بتعمل اللايكات باش يزيد الفيديو تشوف عند بزاف نفس الناس واحد اخرين ما يبقاش غير عندنا احنا يا ولا الاستفادة نبغيوها غير راسنا والبعض الناس لا الاستفادة نبغيوها لنفسنا ونبغيو الناس عامة الخير ان شاء الله بشكل الله يزيدنا خير في خير فنتمنا البنات اتعملوا لي لايك لهذا الفيديو تشاركوا يعني هذا الفيديو مع الناس ليك تعرفوا في مواقع التواصل الاجتماعية او تبغتاجيوه تشتركوا ايضا في القناة بالضغط على زي الاشتراك الموجود اسفل الفيديو مع اتفعلكم زي الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد يعني اي فيديو نزلتو في القناة يجيكم يشعر بانني نزلت فيديو وعلى بركة الله غادي نمشو مع بعضنا البعض بشتعرفوا معي على هاد الوصفة المعجزة سبحان الله في علاج تجاعد في علاج تسبوغات في علاج نمشو الكلف في علاج الحساسية الحكة اي مشكل كان عندك في البشرة الوجه ديلك فغادي تخلصي منه بفضل هاد الوصفة الربانية المعجزة فعلى بركة الله يا لبنات هادي نشو برش نتعرفوا عليها وعلى المكونات ديالها بالنسبة لمكونات اول حاجة غا تحتاج معي الشوفان مطحون اول الخرطان مطحون هدا هو الشكل دياله انا غا نوريكم الخرطان ولا الشوفان قبل ما يتطحن كيجي هاكدا هدا هو الشكل ديال الشوفان قبل ما يتطحن بالنسبة لهاد الخرطان ولا هاد الشوفان الناس اللي غا يسولوني عليها ولا الناس اللي ما كياخدوهش بزاف فانبغي نقول لكم اراه كين غير يعني هكدا عند موالي البقالة كين في الباك كيتباع على حساب بغيتي رابعنس كيلو كيلو ولا غير هكدا يا كتاخدي اللعبار كيكون هكدا في الخناشي كيتباع المهمتي ولو شوى ديالك بغيتي ديال العبار استخدميه بغيتي ديال هكدا ليباك استخدميه انتي ولو شوى ديالك مويما نحتاجوا ان شاء الله كيمية ديال شوفان مطحون وهذا غا دي نحتاجوا ان شاء الله الثاني مكوين اللي هو الحمص هدا هو الشكل ديال الحمص مطحون انا غا نوريكم الحمص هانتو من البنات الحمص يسفى البشرة و ينفق حتى الوجهة بالنسبة الناس اللي كي عندهم المشكل ديال نحافة من البشرة الوجهة ديالهم فالحمص را غا دي ينفق حتى الوجيه ديالك يخليها كدام بزين نكي يحمق هدا هو الحمص كتاخدي منه كيميو كتتحنيه ولكن ما تتحنيش غي مرة وتحبسيه طحني وعاودي طحني وعاودي طحني باشا كده تحصل على بودرة ناعمة ديال الحمص كما قلنا البنات الحمص مطحون اللي هو هدا و اخر حاجه في البودرات اللي هي الروز هدا الروز هدا انا غا نوريه ليكم زيال موين بعدها ها هو بعد ما كيتحن نرى كنعاودي نتحن و نعاودي نتحن كن نتحن عيد دس مارات باشا كذا البنات كتجيني للحاجه هي هاديك يعني البودرة سيكون ناعمة بني كنعملها عال بشرة الوجه ديالي منحش بالحكه بالحساسيه ببعدها كذا كل الحبيبات كيبقى فالبشرة الوجه ديالي يعني هاد المسألة ما تبغيهاج فاذاك شيء علش كأنم نتحن و نعاودي نتحن هانتم لبنات هدا هو الروز البيض هدا وشاكت ديال الروز البيض هذا هو الرخيص هذا هو الرخيص و هو الزوين نقياه و طحنيه و عودية طحنيه هذا هو اللي كنعمل انا تقريبا في جميع الوصفات ديالي الطبيعية للنفسي و للأم ديالي و للعائلتي كاملة صراحة كان سحديما بهذا الرز هذا اللي كيكون هذا البيض هذا الرخيص بالنسبة للجو ديال المكوينة غادي يكونوا معناف هاد الوصفة هما عبارة عن مكوينة يعني السوائل اللي غادي نخلطوا بهم هاد الوصفة عندك يا لله إما البيض البلدي على حسب المتوفر إما البيض العادي غا نحتاجه ان شاء الله السفار ديال البيض إلا ما كي يعجبكش السفار خودي البيض ولكن بغين نفتح واحد القوس نقول لكم سفر ديال البيض كيصلح البشرة الجافة والسفر ديال البيض كيصلح البشرة الحساسة ديال البيض كيصلح البشرة الدهنية يعني هادي نقطة الناس خدوها من عندي هاد المسألة ديما خدوها بعيد لأسيبار مني تبغيوا تستخدموا البيض في الجميع الوصفة الطبيعية ديالكم انا شخصيا من ديما سنقول لكم البشرة الوجهة ديالي نجافة ونوعا ما حساسة ماشي المياه في المياه عندي الحساسية من بعض المكونات ماشي من كل شي الحمدو الله يعني اغلبية الماسكات واغلبية الوصفات نطبقهم على البشرة الوجهة ديالي وبدون حساسية وبدون حتى شي مشكل فانتي اياه عندك اختيار اما تعملي صفرة البيض اما البيض ديال البيض ولكن خودي بعي الاعتبار النوعية ديال البشرة الوجهة اديالك سواء جافة دهنية حساسة او عادية اخر حاجة هي اليوغورت الطبيعي او الزبادي وهنايا عندي دانون مسوس ها هو البنات هادارها زوين 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 يا البنات كيعطي واحد اللمعة كيعطي اشراق البشرة الوجه فغنحتاجون من نوح تهوية كمية هادو هم جميع العناصر اللي غنحتاجوا يعني اليوغورت البيض سواء اللي بلدي ولا العادي الشوفان او الخرطان مطحون الحمص مطحون والروز مطحون وهادشي اللي كينو على بركتي اللي اندوزو الطريقة تستحضيرها منعوش لكم يا البنات كيفاش غادي يرجع لكم الوجه ديلكم هاد الوماسك هاده هاد الاغوست هاده يعني را غترجعو قد تحمقوا بعدها البشرة الوجه ديك ولكم غترجع صافية حليب غترجع مافيك لا ليطاش لا حبوب لا نمش لكلف زائد اهم حاجة غادي تعالجيها هي التجاعد وخيكون في سنك تسعين سانة فالميم على بركتي الله غادي ناخد هنا واحد زلافة وغادي نضيف فيها الكمية الخرطان وشوفان مطحون كمية ديال الحمص مطحون كمية ديال الروز مطحون وغادي نخلط هادشي كامل بصفار بيضة وحسن وغادي نضيف بيضة يضائح بيضة يضع فيه باش نستخدمو في وصفة اخرى والصفار هنا استخدمتو معاكم في هدلاغ وصفات هاتي وكتخلطي مزيان ونضيف معلقة ديال دانون لانو الصفاعة قادة ليفزاف هي خصص تكون عاقدة ولكن ماشي المئة في المئة يعني خصص بقى شوية سائلة تكشع لش غاد ينضيف معلقة ديال دانون باش هكذا حتى البشرة الوجهة ديالك تنتاعش وتكون فيها واحد لمعان واحد اشراقة فالمهم هنا قدي نخلط هديك معلقة يوغورتس طبيعي من الاحسن باش هكذا يتواتي مع اي نوعية ديال البشرة عندك سوان كانت مشرعة ديالك حساسة مختلطة او بشرة دهنية وهانتو ما ها هي الوصفة ده غاد ينطبقها معاكم على اليد ديالي وانتو ما اكيد غاد تطبقوها على اي منطقة فيها تجايد وفيها تسبوغات وفيها نمشو كلف وفيها الاتخاص وفيها الحبوب وما محداش اللون يعني دائما كيكونوا ليطاش يعني جيها فلون وجيها الخراف لون فانتمنى البنات تكونوا فمتوني المهم على بركتي الله فكتطبقوها بهذا الشكل هذا هانتو ما ومن بعد يلي اللم التي كتخليها حتى تجف او لا حتى تنشف خصك تخليها البنات حتى تنشف مزيان في خمسة دقيق الاولى غا تحسيب البشرة الوجهة ديالك بدتك تجب 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 واحد شكل غير طبيعي البنات ما غا تصوروا شي النتيجة اللي غا ديتحصلوا عليها مني غا ديتجربوا هاد الوصفة غا تكونوا في غاية السعادة وفي غاية الفرحة لما لها من فوائد ولما لها من مزايا على البشرة الوجهة ديالك فمن بعد ما تحسيب البشرة الوجهة ديالك انشفات وتزييرات عليك بزاف فاكيد كتغسليها وبصحتك وراحتك اما ترطبها اما ترشي عليها المادية الورد او لا تدهنها باي زيت او لا باي كريم او لا باي فازلين على حسب المتاح وعلى حسب المسوفر وعلى حسب ايضا النوعية البشرة الوجهة ديالك يلا هالبنات أنا استخدمت هدبة معكم وكنحسب البشرة اليد ديالي بدت كتجبد يعني الفوائد ديالها والمزاية ديالها لا تعد ولا تحصارك تجبد ديالبنات ما تصوروا شي قداش فالمهم هاد شي لي كالبنات هاد هي الوصفة ديالي ومن تمنعناها تكون خفيفة دريفة على قلبكم وما تنسونيش من اللي لايك ورغير من المكونات الحمد لله أتبليكم المصداقية والفعالية ديال الوصفة ما تنسوناش لبنات من الاشتراك تفعلكم زي الجرس تفعلوا في كومنت اغ او لا تفعلوا في التعاليق وانطلق معكم في فيديو قديم سلام عليكم وما تنسوش تجربوا الوصفة